نهلا وسهلا في أصدقائي في نفس الموقع اللي رحنا عليه ولكن كان ما عنا إضاءة وما عنا الشغل كامل اليوم معانا الإضاءة إن شاء الله ومعانا الأمور كاملة طبعا نحن ممنوع نحفر من منطقة أثرية زي ما احنا شايفين طبعا هذا الفيديو رح يتصور على 3D كمان يعني نفسه رح تلاقوه 3D على القناة الثاني لا تدفناش من الدعم واللايكات والاشتراكات والكل هو تمام يعني زي ما احنا شايفين موقع أصلا يعني يعني فيه سكان وفيه هذا ما بصير الواحد عبث في هنتوا عارفين فاهمين عليه تمام طيسا رح ندخل في هاي من هو من الجهة الحمودة طبعا نحن كنا نبحث عن الإشارة يعني نحاول نبحث عن الإشارة اللي هي تالي على على الشغل المقبرة هاي او المدفن تمام? لكن ملعوب فيها المنطقة يعني خراحة نحكي ملعوب فيها المنطقة يعني اللي فتحوا المنطقة هاي لعبين في المنطقة هاي حاطين طراب الطمم كله فوق الإشارات وفوق الهاي فمش رح نقدر بنحرف ان هون وهنا في كان إشارة ولا هون ولا هون يعني حاطين طمم نفسه وتبع الحمودية هاي اللي شغلين هون حطينها هون هاي حمودي كيفك حمودي؟ الحمد لله حبيبي خلينا ندخل جوا نشوف مع بعض طبعا طريق التصوير 3D تمام؟ تختلف شوفوها على القناة الثاني بتجيبوا النظارة بتشوفوها على القناة الثاني بتشوفوا شو الوضع تبعها مع عضائتنا اليوم ومعنا شو قلنا؟ على هاي المقبر اللي كنا فوقيها احنا اللي هسا كنا فوقيها تمام؟ هاي صغيرة مش كبيرة لكن داخل فيها داخل فيها طمام داخل فيها طمام كثير مش شوية يعني هذا كله الطمام داخل فيها وتراب طبعا هاي الرزانة اللي كنا هلاك عندها شايفينها هلوة هاي كأول مغارة راح نقشها اليوم لكن احنا راح نقش اكثر من مغارة وفي مغارة اكثر من مغارة دخلنا ما احنا وما قدرناش نكملها تمام؟ هجبنا اضاءة اليوم ان شاء الله ان الوضع راح يكون تمام تمام ممكن يكون الدفين الدفين ايش لاجب ما فيش الدفين هون اللي بحطوه لا لا هون ما فيه دفين مقبرة صغيرة بس تمام خليكم معا احنا خلصنا من اول واحدة طبعا هاي الفراغ او هاي نسبة الحفر وشارة اللاجف موجودة وهي لاجف المغارة اللي احنا شايفينها هاي شارة اللاجف شايفينها هاي هاي شارة اللاجف شفتوها كيف هذا اللي احنا بنحكي عنه طبعا هون ما فيه هي منطقة اصلا رومانية يعني المنطقة هي عبارة عن خلينا نحكي قلاع روماني وشغل روماني تمام؟ فهي المنطقة رومانية فما في داعي كان انهم هم يعمقوا ويعملوا اعماقوا الى اخره يعني هي منطقتهم خليكم معنا خلينا نشوف مكان شاني ونشوف كيف الوضع انا راح نبلش الفيلم الصح انا راح نبلش الفيلم الصح انا راح انا راح نبلش الفيلم لكن ما كانش معنى اضاءة لان معنى اضاءة ان شاء الله ستكفي خلينا طبعا شفت كيف الدخلة لازم تاخذ الدخلة اللي غرية اوه احمد برجالي يا الله بسم الله كبير المغارة كبير 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 نستغل وعدم وجود الرصد كبير 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 وشكو لنرى كبير 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 وصل سرداب 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 همه جبنا الكويضاء لكي نرى الوضع علاقة ايضا سرداس سردى سرداب الساعد سرداب اكبر سرداد بوابة خاصة هاي حطين فيها مختنيات لا هاي هون بوابتها من هون ما قبرة خاصة هاي لواحد بواصل شوي غير عن الشبشوات اللي برة لكن لسه في شوال شايفين نقول لفزع الشمر هاي حسي بطلع انها رزل نقول لفزع الشمر هاي حسي بطلع انها رزل من هون طبعا لسه فيها شوال شوال هنا هاي لسه فيها شوال هاي تصفيت مش مكمل هون شوال هاي شوال هاي تبين معانا كله ما لضاعها احسن صار الواضح الله يرهاب هاي لسه مصفت هاي صفت تصفيت هاي اخوان هاي شايفينو كيه هاي 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 حوال unless اللي لسه هاي هاااااااااااااااااااها لسه لسه فيها شغل فيها شغل كثير يعني مش مش مخلصة شغل احنا اول اول تصوير كان انه عشان نقول انه هاي منطقة سياحية وهذا ومن الآخرين هاي الموقت الشغل الثاني عشان نشوف انه فيها نبش ولا لا من الآخر يعني حظت هاي JUDY تسوي الحجار يجب انها هذا سأخبره سأخبره لكي نبغي نبغي شكرا بصبر يا بابا هناك مقبرة هناك محراب هناك محراب هناك مقبرة هناك مقبرة لا تسكر عليها لا تسكر عليها لان يظلها مثل هذه لكنها فوق مثل المومية لن تحنيق اه اذا اخوان شايف هون لسا في دخلة طويلة لجوه هاي البدن طالع لفوق هاي دور زينك هاي لأ دخلة اه اه هاي توقع في هناك غرفة الغرفة بتوديك اشي لفوق هيك طالع اه اه نشوف يعني في غرفة في النصف وطلع زي الدرجة لكن كبيرة كبيرة كثير 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 كبيرة اه زي ما انتم شايفين فيها حفر فيها شغل طبعا هذا شغل شغل دارة الاثار يعني هذا كله شغل هذا زي ما انتم شايفين الطم انتبعهم بالبلاوي هاي تبعتهم شغل دارة الاثار اه اه الآن سنروح على الشغل الثاني المغارة اللي بعديها نستكشفها بالطريقة الصحيحة يا اخوة اه شايفين هون باقي في قبر هون المنطقة هاي في قبر وهون كمان باقي في قبر في هاي المنطقة هون هون طلع البوابة لكن والله انها روعة البوابة يعني البوابة بتعطيكم منظر يا اخوان مخيف يعني وانتم داخلين محسوا خالكم داخلين على اللونة باركة او شي زي هيك هسا شوفوا كيه طالع طالع المدخل طالع الرصد كيف طالع من جوه هاي جافر الاصائي هات الذهبات ها شايفين كيف المدخل اخوان المدخل اللي حاله قصة المدخل اللي حاله مخيفة مش اشي سهل بعد نشوف قديش كان في فخاخ اه فخاخ وشغل صح اه فخاخ وشغل صح اخوة تمام طالع هذا المدخل بس لحاله يعني المنظر هال بس بس من المدخل ها ها شايفين حتى علامات هون في علامة اخوان بيني زي حرف النون هاي ها شايفين ها هاي وهي الجر انتباح لكن حديثي هاي مش صحيحة لانه مدفن مدفن روماني شجاب اشي عثماني عليه تمام شوفي كمان هون اخفف من تعليقات اليوم عشان تستمتع شوي بالتصوير والامور هاي احلى يعني خليكم مستمتع بسم الله نبدأ مقامرة ها هاي اللي حكينا عنها المرة الماضية المسافة اللي حكينا عنها تمام بتحضرت الفيديو يعني هسا بدنا نحضر البلاوي اللي بعد الفيديو يعني هسا بدنا نحضر الصح يعني تمام هاي واه هاي كنبين كل اشي اخوان انا كنت اشوف هاي هاي المنطقة اللي هون هاي كنت اشوفها واشوف شو قصتها هاي الثانية لنا ضرورية لاحية الاولى تمام هاي مرحبا هاي مرحبا هون مكان القبور هو مكان القبور هذا القبر اللي الذي جيت انت عنده حنا مستطاعتنا نصوره باقي فيه حفر هنا في شغل تمام هاي مكان قبر هنا عندي مكان قبر هنا في المنطقة هاي عندي مكان قبر ماشي اه اوضح مع الإضاءة طيب طيب اشوف هذيك الجوه اشوف شو وضعها لان هاي كانت مهمة بالاسبوك هاي غرفة هاي غرفة روعة الجوه اوه دقيقة خذينا ندخل جوه ونصور دقيقة يا اخبا طعن هاي الغرفة اح مراها روزنا مراها روزنا مسكرين الحكومة اهف اهف وانتطلع هنا بالطلع حياث مخيفة 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 خريشة وهاي نفس العملية مخيفة الرجانة جاي من فوق واشي صح طيب شاتي مبارح مخيفة لا لا ما راي طمم جوا المغارة طمم جوا المغارة طمم جوا المغارة محل ما بقين سووا يشتغلوا خليكوا شواني تمام شايفين اخوان طيب الناس التصوير صار احسن صار في مجال الواحد يشوفه وكناش شايفين صراحة على ما كنت شايف كيف انتم تلاسر داب البودي على المغارة الثانية اللي هسه راح نروح الها خليكم انا طيب هاي الروزة اللي شفناها جوا يا اخوان هاي نفسها شفناها جوا شوفها تحت التهوية سطحية ما فيها سطحية على الاخرية يعني ما فيها لا حفر ولا فيها شغل جوا ولا اي اشي تمام هاي الروزة اللي اتبعت بس بدناش نخلحها لشان جورة بدناش هدا يقع فيها هروح نشوف اللي هناك بعد هذا ووصلت بالسرداب قليكم معانا قلينا نشوف وضحها ان شاء الله سيكون اللي بتبين هسه يعني يعني احنا الشغلة عشان نوضح جبنا الاضاء عشان نوضح شو في جواتها تمام او شو الطريقة اللي كانوا يدفنوا فيها تمام كان هاي البوابة تبعتها نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مغامرة يا الله بسم الله شايفين هاي اكبر من هذيكي اللي كان عنها بسم الله تمام دعني نشغل الاضاءة عشان تبين معانا كل الامور وتصير لوز لوز بغارة الثانية اللي كنا فيها تمام بعد هولا احنا كنا هنا هون كنا في منطقة هاي وهي روزنا اللي فوق هاي روزنا ثامي طبعا هسا شفنا الحجر هذا حلوه احنا 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 هل ترى المكان المدافل هنا مدفن و هنا مدفن في منطقة هذه المنطقة التي قلنا نرى المرة الماضية سوف نرى حفرية عادية حجر من نصف هذا الصهرات الجوة باقيين فاكرين انه فيه مدخل جوة بودة تحت بطالة محوم شوية الشهرات على الصخور ساكرة دعنا نرى الجزء هذا هل هيك على 3D هاي بتخوف بتجنن بتحفة هاي هون باقي فيه قبر شايفين فيه مكان القبر حسرياً على قناة المستكشف يا بابا فوراني حسرياً 3D هاي بابا انت زي ما شفتوا هسا احنا كنا في مغارتين مغارة الاولى او ثلاث مغر او ثلاث مدافن تمام؟ كل مدفن الو خصوصية كل مدفن الو شغل كل مدفن الو وضع معين طريقة في الدفن تمام؟ ما كانوا يتبعوا نفس الطريقة لكل المدافن تمام؟ كل مدفن الو خصوصي كل مدفن الو حوالي ونحن نفس الوضع هذا المدفن لا يحتوي على سرديب هذا المدفن يحتوي على سرديب هذا يوجد روزنة و تهوي لأنه كان استخدام المدفن طويل لم يكن يضع الميتين و يصبحوا يسكروا كان يوجد طويل و يتصبح روزنة كان يوجد روزنة هذا الوضع سنعلم لماذا يوجد روزنة في المدفن و سألوني هذا السؤال لماذا يوجد روزنة هل أتجابهم عليها؟ لا أتجابهم لأنهم يعرفون روزنة و ليس مرتبطة و إلا أنه أخضر اعرفتو كيف؟ وجود الرازنة هي تطلع ريحة المدافن لأن هذا المدافن طول أكثر من المدافن الثاني مدافن الثاني كانت أسرع منه وكان وضع فيها جثث أسرع من هذا لكي تخبره الريحة تبعت الميتين هذا الفرق بين هذا المدافن و مدافن الأخرى الواجود سرديب في منها سرديب في منها تهوية شكرا لجميع المتابعة وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة إن شاء الله راح تشوفوها برضو على تصوير 3D تصوير الشغل الكامل أهلا وسهلا فيكم